يعني انا همسك قطاع الزراعة ونقول ايه اللي احنا عاملينه لهذا القطاع عشان يزود صدراته احنا في بعض ناس بتقولك ايه يعني احنا ما عندنا اسطول تجاري بحر سريع ده بيفقدنا حاجات كتيبة جدا ولا بطيء انت ما عندكش اسطول البطيء ده يا فانت ما عندكش اسطول بس خلينا احنا الانداز بتسمعنا مفيش عندنا اسطول مصر لا يوجد ده اسطول تجاري بقالك بقالنا سنين بنتكلم في هذا الموضوع ولا ما فيش حاجة بتسمع اللي بيحصل دلوقتي انك بتخرج من اسواق كتيرة بسبب هذا الموضوع يعني ده ممكن يتحل بحاجات كتير جدا عملنا مساندة تصديرية للمصدرين كويس هذه المساندة تستخدم في الازمات اكتر ما تستخدم في الحاجات العادية الالية غير مظبوطة اطلاقا يعني بتدي للعائد للتصدير لو اديت له عشرة جنيه بترجع تاخد خمسة جنيه منه تاني ولا عائد منها لكن لازم يبقى لها دور فعال زي ما كان قبل كده من 2008 لما حصلت ازمات وده 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 الدولة مش معقول انها تشتغل انها تزرع عنب وفلفل واخضار الدولة تزرع وعندنا مستقبل مشروع مستقبل مصر وهذا المشروع انا في رأيي انه هايل جدا بس يستخدمه في المحاصيل الاستراتيجية اللي تهم الدولة عندك نقص في الامح عندك نقص هو شغال الامح هو شغير اموما يعني لا لا ده لازم اصلا انت ممكن انت بعد ما تدخل التبعة الجديدة دي هيبقى ما شاء الله يعني ممكن تستخدمه استخدامه جايد جدا لازم تدي سخة المزابعين دلوقتي والمصانع التصنيع الزراعي كلنا بالنوعاني جامد جدا اسعار النقل البحري طلعت جامد جدا اسعار الموبيدات والاسمدة يعني زيادة 50% او حاجات وصلت 70% وكسات في اوروبا ما بيزودش الاسعار طب انت كمصدر هتعمل ايه اذا وقفت ليس مش هتقوم لك قائمة بعد الان فلازم بتصدر ولازم تكمل مع الناس دي عشان ما تقفش لكن في النهاية الاوضاع دي لازم تتحسن انت كل الزراعة او التصنيع الزراعي كله الاف وملايين العمال بتشتغل يعني قال له واحد في المزابع الكبيرة عنده الف عامل الف وخمسمائة عامل واصر كل الف وخمسمائة عامل اللي فيهم اضباب فربع او خمسة ربع العمالة في القطاع الزراعي في القطاع الزراعي ده القطاع مهم جدا لكن انك هتسيبه يسقط والتنافس فيه هيبقى صعب تشوف المهار ده التوم بكامب البصل بكامب انا بتكلم من المزابع انا انا في كلمة بكام دي معنا انا رخيص ولا غالي برضو رخيص جدا المصيبة زعب بتحصل هو رخيص وبتحصل هو غالي غالي دي بيستخدموها ساعات البامية يقولك ده طلعت ورتفعت ده في العروة بين العروات انا بتاخدش اسبوع لكن المعاناة المزابعين دلوقتي انا بتكلم عليهم سواء مزابع صراعية او مزابع كبير اللي بيحدث السنة دي في المحصول انت نمي واحد في تصدير الموالح البرتقال اه نمي واحد في تصدير الفراولة المجمدة مفهوم كويس السنة دي ايه اللي بيحصل انهيار ليه الحرب الاوكرانية دي لما بيطلق حاجة زي روسيا واوكرانيا اللي بيستودوا منك والعنب والرومان نفس القصة ورماء كل ده انهيار طب ما يحسن بي عشان برضو دي فترة استثنائية العالم كله بيمر بيها مباركة روسيا بتقول الاسمدة اللي مش هتصدر من عندنا يبقى مفيش زراعة مفيش غزاعة يعني انهم ده كله بيليه زراعة بعضه بس انا بكلم على قطاع الزراعة في مصر انا وجهة نظري وانا مش بتاع اقتصاد يعني انه اثناء الازمة دي كل دولة انكفأت على اوضاع داخلية تطورت الزراعة بتاعتها هل يمكن لقطاع الزراعة كله على بعضه القطاع الحكومي او الوزارة والمستثمرين وكبار المستثمرين الزراعين والصناع بتاع السلع الغزائية هل يقدروا يلتقطوا الفرصة ويعملوا ويوطنوا صناعات وزراعات جديدة ويزودوا دعم الانتاجية لانه العالم كله دلوقتي بيعتمد على نفسه موفيش ثلاثة الامداد العالم بيعتمد على نفسه ولازم يطوع من نفسه انا ويسمعك صدر جمعية التنمية وتطوير الصدرات المستنية لما ابتدنا سنة ستة وتسعين كان التصدير مصر من العنب خمس تلاف طن النهار ده وصل كام وبايه بالعلم وبنقل التكنولوجي وبنعلم المزارعين الصلاعيين وصل كاما يا شل كاما 140 ألف طن من خمسة إلى 140 انا عايز اوصل مليون انت عندك الارض وانت عندك دلوقتي استنبطت حاجات انت من برا جبت من كنوب وفريقيا وجبت من فين ومن فين شفت طبعا الحاجات دي طبعا ولفين العالم في الكلام ده كله لكن التصدير هو حلقة متكملة ما بين النقل والتبريد والزراعة هو المسافة اللي جستية طبعا هذه حلقة متكملة ولازم الدولة كلها يد احنا بنعمل ارشاد بنعمل للمزارعين الصغارين ارشاد انت بتزرع ولا بتصدر انا بزرع وبصدر يعني معلش اللي انا فهموا برضو ورجعوني يعني احنا عندنا قطاع زراعي يعني عايز دماغك كلها في تطوير الزراعة وستنبط محاصيل جديدة وانتاجية وغيره ونخلي شركات متخصصة في التجهيز للتصدير وشركات تفتح اسواق وشركات عندها مراكب تؤجر فراغات على مراكب على طيران على غيره لان دي معقدة جدا انت لو عملت كل حاجة يبقى احنا فيش هاد ديامل كل حاجة طب احنا عشان كنا عزيز نرجع للموطوع الحلقة نفسها لازم بتعطي التصنيف تجمع ووصيقة ملكية الدولة فيما يتعلق بالزراعة فيما يتعلق بالحاجات اللي حضرتك يعني اطرحتها شايف ازاي النقاط اللي بتتضمنها الوصيقة فيما يتعلق بالمجال دا في وصيفة ملكية الدولة يجب ان الدولة تطلع من المحاصيل الحاجات تتشتغل في المحاصيل الاستراتيجية ايه القمح والشريف القمح الدورة الدورة البنجر السكر كل الحاجات دي ماشي وتسيب ايه تسيب الخضار انت عندك اكتفاء ذاتي اصلا لكن اللي حصل ان الناس هتفلس من التزاحم في المنتجات